قلت ما قبل الماضي على ما اعتقل قلت لا زيادة في أسعار الغاز في الوقت الرهين وقلت منين غادي تكون شي حاجة احنا غنت نتواصلوا عليها عبر القنوات اللي احنا كنتواصلوا بخصوصها في كل مرة الان الاجراءات الحكومية اللي قامت بها الحكومة من اجل مواجهة التضخم احنا اولا نجيب انتصفيق بانه التضخم اللي عرفته بلدنا هذه الشهور ماشي هو التضخم اللي سنعيشه الان باستثناء بعض المواد التضخم كان في الشهور السابقة بنسبة كبيرة جدا والحكومة خصصت امكانيات كبيرة جدا صندوق المقاصة في اثنين وعشرين احنا روصنا الارقام خيالية جدا احنا كنا في حوالي ربعين مليار ديال الدرام يعني رقم مهم جدا هذا خصصة لدعم مواد نعرفها جميعا يتدخل فيها صندوق المقاصة الدعم اللي توجهه للمهنيين ديالنقل راح نتقلق قريبا في حدود الى هات الشهر هذا روح تمانيات المليار ديال الدرام خصصة للنقل من يستفيد من هذا النقل الاشخاص الذين يستعملون النقل العمومي والنقل ما بين الجهات النقل البري اللي كيديروه هذه الشاحنات التي تحمل هذه المواد احنا كنا عرفو بانها خضعات لوحد تقلبات في فطرة معينة ايضا الدعم الذي خصصته الحكومة والمتمثل في عشرة ديال المليار ديال الدرام من اجل دعم جملة من المدخلات الفلاحية من اجل تخفيض المواد الفلاحية التي يستهلكها المغاربة فهذه الاجراءات زيد عليها اجراءات واحدة اخرى متمثلة في الرسوم اللي زالت وايضا الدعم ديالجملة من المواد فهذه الاجراءات كلها الهدف منها كان هو انتحكموا في نسب التضخم بشكل كبير جدا وهذا هو اليوم اللي مع هاد الانخفاضات التي التي حققها نسب التضخم في بلدنا واللي شهدت بهم مختلف المؤسسات التي تقوم بمراقبات واصدار تقارير في هذا الموضع تبين فعالية ونجاعة هذه الاجراءات الحكومية ومتنسوش تابنوا معنا فلاشين واتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة